السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأشرح طريقة تعريف لابتوب من نوع ايسر طبعا هو ايسر اكثر من موديل لذلك لازم تعرف الموديل مال لابتوب طبعا موجودة لزقة على اللابتوب او اسفل اللابتوب ستجد الموديل مالته مثل E1 510 او اي نوعية فاذا حصلت عالية تدخل على موقع الشركة اللي هو تكتب بالبحث من جوجل ايسر درايبر تدخل على هو الرابط شركة مال ايسر اوكي اما اذا عندك السيريال نمبر او موديل مثل هنا تكتب موديل E1 5 مثلا واحد صفر تدوس عليه متل ما تشوفون هذا الموديل او تريد تبحث عن اللابتوب نفسك مثلا نوتبوك نوعيته سباير وهنا تلقى النوعية مثلا هذه النوعية تلغط عليه تنزل هنا تختار نوع النظام مالتك مثلا هذا النظام مندوز 8.1 64 بيت او اكو لابتوبات 2 و 30 بيت حسب النوعات مالتك نظام مثلا الويندوز 10 ما يدعم لذا نختار غير نوعية نظام مثل ما تشوفون هنا التعاريف الاوديو بلوتوث لان ويرلس اخر شي كارت الشاشة touchpad بس الوضع الدونلود سيبدأ التحميل ترجمة نانسي قنقر